بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط في هذا الدرس طبعا درسي لهذا اليوم صفحة 34 وكذلك صفحة 35 عز الطالب عدي 3 تمارين بهذا الدرس ان شاء الله رح احلك ياهن بالتفصيل والشرح طبعا احنا بالوحدة الثانية unit 2 lesson الدرس السابع تحت عنوان التي هي الرسالة التي معناها شنو الرسالة التبريني الاول يقول منطوقة يقول read the draft اقرأ read معناها اقرأ the draft المسودة هذه المسودة of the Sarah's letter رسالة Sarah and follow واتبع the instructions اللي هي التعليمات follow معناها اتبع the instructions التعليمات ولو تلاحظ عز الطالب هنا يقول لك طبعا إذا تريد تعرف شنو instruction شنو التعليمات لو تلاحظ هنا يقول لك عدة خطأ بالسبلينج هنا يقول لك كلمة خطأ wrong word وضحات الفكرة فهذا يصحول instructions تعليمات then بعدها لو تلاحظ هنا شي يقول يقول سارا's teacher اللي هي مدرسة سارا is helping her تساعدها بيش تساعدها write كتابة ذلة الرسالة to muna إلى muna وضحت فكرة this is the draft هذه المسودة طبعا حتى صير عندك مفهوم ومعلومة أنه سارا عندها صديقة اسمها muna ومنا بالمستشفى المدرسة مالتها ساعدت سارا حتى تكتب رسالة صحيحة خالية من الأخطاء ورحنا نصحح الأخطاء أدعش خطأ عندنا هنا رح نصحح نعزي الطالب اللي هي رسالة سارا إلى muna وضحات الفكرة بعد يقول لي هنا this is the draft هاي المسودة look at انظر إلى the underlying sections يقول انظر look at انظر إلى الأقسام التي أسفلها أو تحتها خط underlined معناها اللي جوا شنو أسفل شنو وخط sections يعني الأقسام الكلمات do you هل أنت تعرف how to correct كيف تصحح the 11 mistakes اللي هنا اللي ادعش خطأ رح نجى عزيز الطالب أنياك حتى نشوف الأخطاء ونشوف هذه الرسالة رح أقرأ أترجم عزيز الطالب وأصحح في نفس الوقت لو تلاحظ هنا هذا العنوان طبعا هي رسالة لازم تتكون من عنوان واحتمال كبير يكون إنشاءك رسالة إلى صديق في المستشفى إن شاء الله رح نشوف نشوف صفحة 35 هنا العنوان كرادة طبعا هذا رقم الشارع رقم البيت ما عرف كرادة بغداد أوكي اليوم 4 مارش الرابع من شهر مارش 2021 21 اليوم 2021 تكتب سارة رح تقول عزيزة منا I was أنا كنت Very sorry جدا آسفة To hear لسمع أو لأسمع About عن Your accident لاحظ هنا accident جواه خط ومن طين هناش قائل اللي قائل اللي أكو خطع بالسبلين بالإملاء يعني هاي الكلمة بها خطع بالإملاء يا أما ناقص حرف يا أما زايدة حرف يعني خطع بالكتاب شو نسوه طبعا هو مصحح لياه شوف accident طبعا طلعت ناقصة ناقصة لو تقارن ناقصة شوف هاي A هاي A هاي C هاي C هنا المفروض أدي بعد C وضحة فكرة فلاحظ هنا ما بها C إذن هاي الكلمة خطع بالسبلين وهذا التصريحة فأني لسمع About Your accident عن الحادث مالتج هاي معناها حادث أوكي I hope أنا أعمل You're أوكي You're وجواه خط وهنا شي يقلي wrong word يعني كلمة خطع إذن هاي هو صحح حالية accident معناها حادث وهنا أنا آني لازم أصححها هاي You're اللي هي جاية من You're هاي خطع الصح ما لا تعز الطالب هذا اللي هو ضمير أو صفة تملك فاش راح أصير Your leg I hope أنا أعمل Your leg اللي هي رجلت أو ساقت doesn't أوكي hurt لا تؤلمك شوفيها doesn't معناها لا hurt لا تؤلمك too much كثيرا and with that you will هذا أنت سوف بعدها عدك كان الول والكان ما يجه سوى وش قايل هنا أيضا قايل رون كلمة خطع أيضا أيضا هاي راح تحذف طبعا هذي هذي نحذفها ونخلي المكان here or هذي نحذفها ونخلي مكان accident الكان هناك نحذفها وشن خلي لحظ be able to مكان ما can نخلي you will be able to اوكي بعد يقول أنه ما تقلي much and that وانتي you will سوف انتي سوف بتكون able قادرة to leave and تغادري hospital اللي هي hospital اللي معناها المستشفى soon بعد we شوف هناك خطة بالتنس شنو التنس يعني الزمن يعني لازم نحول هذا المن للزمن يا زمن للزمن الماضي فاش راح تصير we had يعني نحن كان لدينا شوف هاي مشكلة عزيز الطالب يعني الطالب من يريد يحول الجملة لفترض هاي الجملة للماضي تيجي عندك هذا الفعل تريد حول للماضي بطريقتين لو ضيف لأيدي لو شاف ال have من حول للماضي لازم تصير had we had unusual week يعني اسبوع شوف week معناها اسبوع unusual معناها غير معتاد اسبوع يعني مختلف غير معتاد art school في المدرسة اول شي first اولا we had شوف had had we had وهنا ايضا we had we had a visit وين قايلك يا بترى singular هاي جمع يعني زيارات سوي ليا شنو singular مفرد فانت شون عرف انت مفرد عدك ال-a ال-a لازم يجي بعدها اسم مفرد وهنا الاسم زيارات جمع فمن اريد انصح عزيز الطالب راح نحذف ال-s فاش راح صير visit we had a visit نحن لدينا زيارة from من a nurse اللي هي ممرضة called تدعى جانت الممرضة جانت she gave us هي اعطتنا a talk اللي معناه حديث سالفة سوالف about عن food عن الطعام it was انها كانت very ويجيك لنا يقولك interesting كلمة interesting يقولك خطأ بالسبلنج خطأ بالاملاء فانا راح اصحح عزيز الطالب راح اصير interesting تجي انت تقارن بين هاي وهاي راح تشوف بعد t هاي t اكو لازم e وانا خليتها فصارت interesting انه الكلام مالتها كان very interesting جدا وانت و really حقا i really انا حقا enjoy وهنا يقولك عندك خطأ بالتنس لازم نحاول للماضي فاش راح صير راح صير enjoyed ايش ضبت لها ضبت لها ايدي لاحظ نفس ما قتلك طريقتين لو شاذ مثل هذا لو ايدي مثل هذا زين استاذ هسان شمدري نعرف حول شاذ ايدي احفظ الشواذ ابوي يعني هس انا ما ممكن انا كمدرس او طالب شاطر ما ممكن اجل لها فخلي له ايدي حتى صير هاد ما كو شح شي الهاذ صير هاد زين استاذ شمدري كحافظ اتهم محفظ نجي للانجوي انجوي تقبل ايدي صارت انجوي شو هصير انا حقا استمتعت بمن بيها بالحديث ما لات هاي لات ادي الحديث عال الكلام ناو الان اي كان انا يمكن اني تول ان اخبر اي طعام اي طعام هو جيد جيد لك و اي طعام ليس جيد جدا ثم بعدها صار ثم نحن كان لدينا اي طعام شوف هنا اي طعام نفس هاي اي طعام زيارة من نات بول كوش كلمة كوش معناها مدربة مدربة و نات بول معناها لكرة السلة النسائية شي و هي كانت فنتاستي كانت رائعة و لان اي طعام هنا ايش قايل لك قايل لك هاي كلمة خطأ و خلي جواها خط لو تلاحظ و قايل لك خطأ بمن بالتنس شنو التنس بالزمن فالتصحيح مالتها هاي راح يصير بها طال نحن تعلمنا نحن تعلمنا الكثير منها شي هي بيانت ان اظهرت ان اشياء صغيرة يعني راوتنا شغلات خص اللعبة اوكي شغلات صغيرة وجعلت لعبتنا لعبتنا باتر افضل بعد اي شو لو تلاحظ هنا عزي الطالب جواها خط اذا هذي وقال لك خطأ بالتنس يعني خطأ بالزمن لازم احول للم للماضي وضحت الفكرة فاش راح سوي لها هنا لو تلاحظ قبل ايدي اي شاود ذام اني انا اراوي تياهن اراوي تياهن ابيين هن اليت شون نقول اظهر هن اليت شون ان الشغلات الصغيرة اللي تعلم نبني من هاي النت بول كوت اللي علمت انا اراوي تياهن بالعام اراوي تياهن ابي لتياهن اعرض هن علي اوكي تو يو بعد هين عندما you are شوف هنا you are back هذي خطأ هو قاعد يقلك wrong word كلمة خاطئ فهنا اليور اش راح اصير you are back عندما ان تعود او تكون عائدة اراوي اذا 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 الشغلات اللي تخص اللعب بعد all your friends جميع اصدقات in class في الصف miss you اشتاق لك and send you ويرسل لك the best wishes their best wishes يعني افضل best معناها افضل wishes افضل امنياتهم افضل اي يعني تمنياتهم لك بالموافقية هنا شي يقول يقول new sentence جملة جديدة بما ان جملة جديدة معناها انتهت لازم نش عندي نقطة اللي هي full stop خلي نبدأ نبدأ نقطة و نحن سوف نأتي و نش و انا راك يوم الجمعة if you are اذا ان ت still يعني بعد لحد الان in hospital في المستشفى استل معناها باقي او لحد الان in hospital في المستشفى love حبي وبالاخير شكاتبة اسمها اللي اسمها سارة هذا عز الطالب بالنسبة لتصحيح للدعش خطأ اللي امامك بعدها راح ننتقل انياك بعد ما اشرحنا صفحة 34 راح ننتقل عدنا تمرينينا بصفحة 32 ولو تلاحظ عز الطالب هذا من التمارين صفحة 35 التمرين الثاني ولو تلاحظ هنا عز الطالب يقلك اعطي سوف تكتب رسالة رسالة 2 إلى صديق مريض يعني هناك هايك يسوي لك اعداد حتى شنو تتعلم شلون تكتب رسالة بعد يقلك ميك اصنع او صيغ نوتز ملاحظات ن ملاحظات معناها اعداد او تحضير مسبقا يعني هذا عدن ملاحظات عزيز الطالب فpreparation معناها تحضير او اعداد المن للنوتز حتى تكتب حتى تكتب رسالة letter المن إلى صديق مريض يجي يسيلك بعض الاسئلة يقلك من هم أنت تكتب لهم من هو هناش كاتب لك كاتب لك بما انه سائل على اكثر من واحد سأقل انجلال سأقل الاثنين my friend prime انجلال وتقدر تبقى على my friend prime بعد what happened to them ماذا حدث لهم صديقك اللي تريد تكتب لي او اصدقائك اذا اكثر من صديق طبعا انا بالنسبة الي اش كتبت they have had هم كان لديهم قد كان لديهم او كي a car accident اللي هو حادث سيارة بعد اتب كيفك طبعا هذا التمرين يعتمد على كل واحد بكيفه رأي الملاحظات اعتمال واحد ثلاث اربعة هنا اصدقاء ستة سبعة يقدر يكتب لي عجبة فهذا هنا هذا التمرين يختلف من استاذ الى اخر ومن طالب الى اخر بعد يقول هنا think فكر of three things three interesting things ثلاثة فكر لي بثلاثة اشياء ممتعة مثيرة that happened التي حدثت in school في المدرسة this week هذا الاسبوع لاحظنا فكر فكل واحد تفكير من نسبة الي اقول رح انت ثلاث احداث الحدث الاول مثلا we had a visit from يونس محمود كان لدينا زيارة من اللاعب من يونس محمود يعني انا اصيغ منهم وضعت فكرة ما عجبك يونس اكتب نشأة اختار غير لعب قرد قدم اختار طبيب اسنان اختار مهندس معمار اختار اي شخصية اللي تعرف اللي عجبة وضعت فكرة بعد حدث ثاني مثلا we won نحن فزنا first prize الجائزة prize معناها جائزة first الاولى when in the poetry competition في منافسات الشعرية او في منافسة الشعر عزي الطالب هذا هم يعتبر interesting thing اعتبر شي ممتع بعد اخر شي بالنسبة الي ايش كتبت مثلا اي روت انا اكتبت انا ارتيكول مقالة وايضا هذا الشي مهم ومنتع وفد شي مثير الي ان اكتب مقالة for the school magazine الى مجلة المدرسية about تشوف عن شنو about friendship عن الصداقة ذني انت تلاذة تقدر تغير المو بس تلاذة انشو كل شي انا حال تقدر تغير بالاسلوب اللي يعجبك بعد say something قل شي ما لكي تجعل صديقك المريض او اصدقائك يشعرون بشكل افضل والجواب عزيز هنا اقول all your friends جميع اصدقائك in the class في الصف miss you مشتاقي لك and send you ويرسل لك او لك the best wishes افضل امنياتهم لك او لك شوف best معناها الافضل ووشز اللي هي افضل الامنيات هذا عزيز الطالب بالنسبة لهذا التمرين يعتمد عليك الواحد وراه نجي المن نجي للتمرين الثالث والاخير بهذا الدرس يقول now استخدم الملاحظات اعلا لكي تكتب الرسالة لصديقك المريض فمهتملا محتملا انه هذا يكون انشاء الوحدة الثانية عزيز الطالب بدل ما زيار المطعم او يقدر يقول زيار المطعم ويقدر يقول هذا يعني يعني بعد لحد الان ما محددين فاذا الاستاذ مالتك او عزيز الطالبة اذا قائد هذا محتمل يكون هذا عزيز الطالب فاش راح يكون سخت بهذه طبعا هو شوية نوعا ما طويل لان الرسالة الموجودة مالت سارة المناة جدا طويلة وبيها احداث كثيرة فهس راح نبدأ من العنوان وهي السؤال فبديت بهذا الرقم ما عارف من جبته بعد ها الطيقة العشار العشار هذه منطقة موجودة بالبصرة طبعا انا مراحلة وما شايف لكن اتش جتب بالك تبعا العشار اوكي والموجودة اكيد بازرة اراك موجودة بالبصرة في العراق بعد التاريخ مثلا 5 ديسمبر الخامس من ديسمبر اللي هو 2022 واتبك كم يا تاريخ يجبكم بعد تبدي تكتب د عزيزي او عزيزتي وبعد ياني الاسم انا جلال صديقة جلال دعم نكتب جلال بعد نبدأ نحج لكي اسمع عن الحادث اللي صاروا ياكم انا امل انت سوف تكون قادرا تغادر اللي هي المستشفى قريبا نحن قد كان لدينا اسبوع غير اعتياد في المدرسة في المدرسة أول شي كان لدينا زيارة من يونس محمود هو اعطانا عن كلام عن كرة القدر خلاص سكن الشيء الثاني صفنا ربيحة الجائزة الأولى في منافسة الشعر منافسات شعرية عزيزي استاذ شو ده نستوقر تنياه اي عبوي هوش قائل هنا قائل لستخدم ملاحظات الكتابة فوق فعن ملاحظات الكتابة فوق نزل نجوب وسوين على هيئة ان شاء ثم اي روت انا اكتبت ان ارتيكل اللي هي مقالة فور لي ذي سكول مجازين اللي هي مجلة المدرسية عباوت عن فرينشيب اللي هي الصداقة بعد بعد عزي الطالب لو تلاحظ هذه كلمة love تكتبها وبالاخير تكتب اسمك مثلا انا اكتبت وليد هذا بالنسبة الى هذا الانشاء عزي الطالب بهذه الترتيب وبهذه الصياغة اللي انا تعبت عليها وسويت عزيزي وان شاء الله تستفاد معدها وان شاء الله يكون حل لك جميل ومقبول من قبل المدرس مالتك بالصف ولحد لنا انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته